بصراحة لا يعني أنا والله مش بشكر فيها من قبيل ان احنا قاعدين مع بعض مع رمي ردوان بنقول الكلام الحلو ده لكن انا فعلا بكلم بأمانت الله انه شهادة حقها تتقالف حقها وحقها محصر رزق المخرج انه هما الاتنين بصراحة عملوا يعني كنبين كده مع بعض كده قدر انه هو يزقها وهي قدرت تاخد كل الخبرات المتاحة من زمايلها ومن محصر انها تطلع في شكل جديد يعني داليا بصراحة مكسب المصرح المصري انا من وجهة نظري دلوقتي بقى عندنا نجمة تضاف لنجمات المصرح المصري انها تعمل دلوقتي سلومي تعمل اللي دي مجبس تعمل ميدية تعمل هاملة تعمل لها كذا دور كلام ده بتسجل لهم نبيش عايزاء فعلا عندنا كان عندنا الحتة ام حاجة حدي بس كم عمل عشان لا شهادة لله فانا حابب اقول له هذه شهادة حق بصراحة ام انا سعيد بيها بصراحة يعني بص الحقيقة مش هقدر اقول ان انت بتجامل او بتنافق او بتطبل لانه دي شهادة الناس لما قابلناهم وتتكلم معاهم لا ده حقيقة شهادتهم انا شخصيا وانا بتفرج انا مش حاس ان داليا اول مرة تقف على الخشرة او او تاني مرة او تالت مرة لا تحس ان هي بتعمل ده وهي زي ما بقوله ساي بقى ديها ماشاء الله بس انا عندي شؤال هو اول مرة تشتله مع بعض اول مرة اه اه يعني احنا كنا دايما في حالة بحث عن بعض ان احنا نحاول نشتغل مع بعض باكتر من شكل ام كان فيه عمل هيضمنا للأسف من اكتر من سنة يعني او اكتر من وقت لكن للأسف الشديد ما حصلش انه طلع للنور يعني اه ولكن اولا تصورنا عشر تيام اه تصورنا عشر تيام ولمسالسل وقت محصلش نصيف فيه يعني لكن الاحلى والاروع ان احنا لما نتقابل نتقابل في المصرح المصرح عمل فعلا زي السفر يعني السفر دايما بتكتشف الناس صح تكتشف الناس على حقيقتهم صح تكتشف الناس على تبايعهم الحقيقية لو هو حتى بيمثل عليك انه كويس او انه هو حلو او اي اما يكون لما بتيجي الحياة الحقيقية وصفر وبتاع زي المسرح كده بتبان حقيقته بتبان حقيقته يا اما على الخشبة يا اما في الكلوس يا اما في القوض يا اما انت بتعيش احنا بنعيش مع بعض تقريبا فترات كبيرة جدا 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 اكتر من اللي بنعيشها في بيوتنا وكل واحد شربين قاعدين مع بعض والنجاح كمان يعني الحمد لله ربنا رزقنا بيه وربنا نكملها بالستر علينا وبالنجاح والتوفيق ازا ما كانش الناس يعني اقول لك جملة بقى عشان كنت لسه في الامام لحمة يا واحدة الله عليك الله ترجم بقى هل دي عشان الامام ولا عشان خلاص احنا في العيد ايوه يعني من دي علي دا واجعان بقى بعد العرض لحمة اه صحيح عشان العيد فيعني فإزا ما كناش فعلا كده الدنيا هكذا تختلف ممكن بأكد على كلام داليا اسمحيلي يعني اقول داليا يعني يا السلام اه انه فعلا احنا معانا برضو كرو عبقري يعني معانا دكتور فريد النقراشي زي ما قال الكتاب بتاع الشغلانة بتاع الممثل المصرحي القوي بالبلدي سوريا يا جماعة يعني القارح يعني حقيقي معانا طبعا الاستاذ محمد دسوقي من الممثلين التقال جدا وممكن طبعا كان ليه ادوار كبيرة كان مع داليا حتى او مع استاذ عادي الامام الشباب بقى ما اقولكش حدس الحرك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قدرات عبقرية جدا الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم لاستاذنا المخرج محسن رزق ما شاء الله ما شاء الله طيب داليا برضو عايز اسمع وجهة نظرك في التعاون مع نضال خصوصا نضرك بضرر هقوله بس لا مو قلت مو قلت مو قلت موش طبال اولا بجد نضال من الناس اللي على المستوى الانساني حد جميل اوي اوي طيب جدا جدا ملتزم الى اقصى حد اه و يعني مهما قلت انا انا يعني انا انا هيبقى اه شاهدتي مجروحة فيه بس هو نضال اه بيبهرني على المسرح بصراحة صوته واداءه وانفعلاته انا بقى فاتفرج عليه اه بلس بقى انه هو دمه خفيف جدا يعني حتلاقي بيعمل دراما بيمثل بقلب ويخليك تعيط وفي نفس الوقت هتسخسخ يعني انا ما شاهدتي معي مسخسخ مسخسخ اه